قنبلة أخرى لا تقل خطورة عن ذلك المخزن الذي حول بيروت إلى ركام إنها سفينة صافر، إحدى أضخم الخزانات العائمة في العالم والتي انتهى بها الأمر لتصبح خطرا مرتقبا يهدد البيئة والإنسان في البحر الأحمر على بعد أميال من ميناء الحديدة ذلك الميناء الذي يقاتل العالم ليظل فاتحا أبوابه لاستقبال الحد الأدنى من احتياجات اليمنيين المنكوبين بالحرب والانقلابات شمالا وجنوبا وليس من قبيل المبالغة القول إن صافر تمثل تهديدا عالميا وفق تأكيدات مجلس الأمن والأمم المتحدة كونها تحمل في خزاناتها قرابة المليون ومئة ألف برميل من النفط وهي كمية في حال تسربت كفيلة بتدمير البيئة البحرية في سواحل اليمن المطلة على البحر الأحمر وإخراج ميناء الحديدة عن الخدمة لسنوات طويلة فضلا عن تضرر سواحل الدول المجاورة وبحسب تقارير فإن السفينة التي دخلت الخدمة عام 1986 والتي تتبع الحكومة اليمنية تعاني منذ سيلاء الحوثيين عليها في مارس 2015 من خلل بات من الصعب إصلاحه ما يجعل الحل الوحيد بحسب الخبراء يكمن في إفراغها ومن ثم تفكيكها وفي الوقت الذي يبدي كل طرف استعداده لحل مشكلة خزان صافر العائم ليس هناك على الأرض أي تحرك في هذا الاتجاه فحتى اللحظة تقول الأمم المتحدة إن الحوثيين لم يمنحوا الإذن لخبراء الأمم المتحدة للوصول إلى السفينة وسط مطالبات بمزيد من الضغوط للحيلولة دون وقوع الكارثة المواقف الدولية لم تتوقف حتى اللحظة فالأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا وآخيرا الجامعة العربية جميعهم حذروا من خطورة بقاء سفينة صافر دون صيانة إلا أن ذلك لا يبدو كافيا فالحوثيون وفق مراقبين يشترطون قبض ثمن مخزون السفينة من النفط والذي يساوي قرابة ثمانين مليون دولار وهو ما ترفضه الحكومة اليمنية ويبقى السؤال من يتحمل مسؤولية تحويل سفينة صافر إلى قنبلة عائمة ولماذا لا تمارس الأمم المتحدة ومجلس الأمن دورا حاسما في حل هذه المشكلة التي تتعدى خطورتها اليمن إلى جيرانها ترجمة نانسي قنقر